موسيقى مساء الخير بين الإبادة على يد العثماني العام 1915 ومحاولة الإبادة والتهجير في حلب وكسب على يد شراشيب العثمانيين الجدد ما أتعام إلا سويعات في عمر المذابح الأرمن الحلبيون الذين جاءوا عقب المذبحة الأولى مشيا وتعبا ومآس فاستوطنوا حلب ومنحوها نكهة غنا وتفان في العمل وحرفية في الصناعة والتجارة والغناء والموسيقى أيضا الأرمن هؤلاء استهدفوا في ممتلكاتهم وأرزاقهم وحيواتهم ووطنيهم وبيوتهم كما استهدف الحلبيون جميعا وسوريا عموما سوريا جميعا الأرمن الحلبيون ذائقة طعام المدينة وتلوين مهنها ولكنتها المحببة باتوا نهب الهجرة وعرضة انتقام التكفيريين لا لشيء بل لأنهم انتموا إلى حضارة المدينة وتراثها وأضافوا لونا إلى ألوانها الكثيرة لكن العقل الإلغائي التكفيري يكره الألوان لأنه عقل أسود وقلب أسود القص هورتيون سليميان رئيس الكنيسة البروتستانتية الأرمنية في سوريا هو من حلب لم يغادر مدينته سعى للم العائلات ومساعدتها ركض هنا وهناك أنا أشكره على تلبية دعوة أجراص المشرق للحوار في دمشق وهو قادم مباشرة من أرمينيا لأنه كان يتابع ما يحصل للأرمن في سوريا وما يحصل لسوريا عموما قبل أن أبدأ حواري معه أدعوكم لقراءة شخصية هذا الضيف صورة شخصية للقص سليميان وبعدها نعود إلى الحوار ولد القص هاروتيون سليميان في حلب عام 1963 وفيها أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية حصل على إجازة في اللهوت وعلم النفس من كلية اللهوت للشرق الأدنى في بيروت وعلى ماجستير في اللهوت الرعوي واللهوت المقدس من جامعة ماكورميك وإشهادة في دراسات الكنيسة المسيحية الجامعة من سويسرا درست ديانة المسيحية في الثانوية الإنجلية في لبنان بين عامي 1985 و 1988 يخدم رعياً في كنيسة بيت إيل للأرمن البروتستانت في حلب منذ العام 1992 ويخدم أندن كواعز في الكنيسة الإنجلية الأرمنية في كسب اللاذقية منذ عام 1990 ولغاية 1998 وكان رئيس التحاد شبيبة الكنيسة الأرمنية الإنجلية في سوريا بين عامي 1994 و 1997 في عامي 1998 بات نائباً لرئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا وبقي حتى عامي 2003 هو رئيس اللجنة المركزية للطائفة في سوريا ولبنان منذ عامي 1998 ورئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا منذ 2004 انتخب رئيساً للمجلس العالمي للأرمن البروتستانت لعامي 2009-2010 وفي عام 2000 كرمته أرمينيا بهويتها الوطنية للقص ساليميان العديد من المقالات والأبحاث والمحاضرات في التوعية الاجتماعية والتنمية الإدارية ومساهمات في تعزيز التنمية الاجتماعية كما حصل على الكثير من الجوانس أهلا بكم أهلا بك قصة روت في أجراس المشرق سأبدأ مما حصل مؤخرا أمر مأساوي فعلا داعش فجرت كنيسة شهداء الأرمن في الرق في دير الزور وهذه الكنيسة لها لدى الأرمن مشاعر تدل على المأساة لأن فيها عظام من استشفد في طريقهم بعد مذبحة أو الإبادة الجماعية بـ 1915 فيها ذخائر فيها مخطوطات فيها وثائق ذاكرة تنهب أو تدمر بعد مائة عام إلى ماذا يدل هذا؟ شو يدل عندكم عند الأرمن؟ الأرمن عبر التاريخ صار عندهم نوع من أكثر من إبادات وآخرهم الإبادة الجماعية التي صار قبل مائة عام فنحن اليوم على أبواب ذكرى يبيل المائة عام للإبادة الأرمنية عام 1915 وهذه الكنيسة التي فجروا في دير الزور تدل أن الذاكرة الجماعية عند الأرمن كانت كثير مهمة ونحن نستمد القوة ونرجع إلى التاريخ لكي نحاسب الأتراك والسلطنة العثمانية بهذاك الوقت الإبادة الأرمنية التي قاموا ليس فقط ضد الأرمن ولكن ضد الإنسانية وهذا ذكرنا أن نفس الأتراك هم الأعداء السورية الحاضر ولهم نفس المطامح ونرى كيف يكسب وبحلب وبغير محافظات في سوريا بدوا ينهجوا نفس النهج الذي هم بمارسوها ضد الشعوب وضد الأقليات الموجودة داخل تركيا وخارج تركيا قصة روت يعني منذ مائة عام هذه الإبادة حصلت المذبوحين والمقتولين هني مليون ونص أرمني الآن داعش تدمر عظام هؤلاء الأرمن هل هناك علاقة ما بين داعش بما تدمره والأتراك بما قتلوه يعني شو الرابط بين الاثنين أكيد في رابط أخي غسان لأن تركيا بلشت تعطي دروس لكل الدول وكل الشعوب عن الديمقراطية وهي لا تملك أدنى معايير الديمقراطية في كيانها فرادت أن تكون هي الأولى في تطبيق الديمقراطية في سوريا من خلال المجموعات الإرهابية كالداعيش فهن رادوا يحققوا هالهدف من خلال هالمجميع المسلحة الإرهابية الظلامية الدامية وحبوا أن يرجعوا ينهبوا أموال وممتلكات الشعب الأرمني وآخرهم كان تفجير الكنيسة التي كانت هي رمز للإبادة الجماعية للأرمن كانت رمز أن الذاكرة الجماعية الأرمانية موجودة من خلال العظام وبعض المخطوطات الأرمانية وبعض النوادر الموجودة من تراث الأرمني هن نحسبوا أنه وقت اللي بفجروا وبينهبوا وبيرجعوا وبينفوا كل هالموجودات بدهم يحزفوا من التاريخ كل شيء له علاقة بالأرمن وبالإبادة الأرمانية ولكن هذا الضمير الحي بيرجعنا للماضي لكي نحن نسأل للأتراك أنه يرجعوا يجلسوا مع تاريخهم ويرجعوا يحاسبوا ضميرهم على كل شيء فعلوا في الماضي وفي الحاضر هل برأيكم سيقرؤون ماذا فعلوا؟ نحن بعد 100 عام هل هناك بوادر لأن يقرأ العثمانيون الجدد ما فعلوه قبل 100 عام؟ أو ما تفعله داعش حاليا؟ أنا أفتكر أنه إذا تابعنا كل التصرفات وكل الجهود اللي يبذلوا لكي يحزفوا تاريخ الأرمن ما رح يقدروا يقروا لأنه قراءة التاريخ يتطلب ضمير حي ولا يوجد عند الأتراك ضمير حي لذلك لا يستطيعوا يقروا ولكن نحن نعول على كل الدول التي اليوم يعتبر من الدول المتحضرة التي يرون أنه ممكن استرجاع الحياة إلى المجتمعات من خلال الأنظمة الديمقراطية فنحن نعول على هذه الدول أنه يرجعون كل شيء الأتراك حاولوا يدمروا ويقتلوا قس هاروت اسمح لي أن أذهب إلى الهدف إلى حلب مدينتك مكان ما تعيش أنت قضيت هذه السنوات بكاملة سنوات الأزمة في حلب وكنت فاعلا الأرمن في حلب منذ القدم نعم لكن بعد 1921 صاروا جزء أساسي من نسيج هذه المدينة وربما شكلوا لونا مميزا فيها جاءت الأزمة في سوريا واستهدفت حلب وبمن استهدفتهم استهدفت الأرمن الآن فعليا ما هو وضع الأرمن في حلب بالحقيقة الأرمن موجودين في سوريا وبالأخص في حلب منذ قرون فآخر مئة عام بعد ما صار المجازر الأرمنية وطرد الأرمن من الأرمنية التاريخية إلى ديرزور وإلى الأراضي السورية أنا اليوم بريد أغتنم هالفرصة وأشكر الشعب العربي المضيف يلي احتضنوا الشعب الأرمني وقسموا معهم لقمة العيش واحتضنوهم من يد الأتراك العثمانيين فنحن اليوم لازم نعرف أنه موضوع حلب هي إلى علاقة مع الأرمن كما أنتو ذكرتم ولكن لا يخص الأرمن فقط الأرمن هم لا يتجزأ من النسيج العربي السوري اليوم وضعهم وضع سيء هم يعانون من الأزمة كما يعانون كل المكونات الشعب العربي السوري صار أكثر من خمسة عشر ألف أرمني متشرط اليوم في لبنان وخمسة عشر ألف أرمني تأليم هؤلاء الذين تركوا حلب تركوا حلب هم يقولون أنهم نزحوا إلى لبنان بشكل وقتي وسيرجعون إلى الوطن الأم سورية والذين ذهبوا إلى أرمينيا والذين ذهبوا إلى أرمينيا هم العيال الذي بعضهم موجودون في حلب من خلال ممتلكاتهم من خلال بيوتهم منازلهم هم يستنون أن يرجع الأمور طبيعية وترجع الأمن والأمان إلى سوريا فسيرجعون إلى سوريا كم ذهبوا إلى أرمينيا؟ 12 ألف شخص أرمني 12 ألف في أرمينيا 15 ألف في لبنان نعم أوروبا أمريكا هل لديكم إحصاءات؟ في أكثر من عشر تلاف أرمني بأوروبا وبأمريكا هؤلاء من حلب فقط هؤلاء من حلب نعم نعم إذا كانوا قبل الأزمة 80 ألف أرمني في حلب أو هناك إحصاءات مائة ألف كانوا بكل سوريا مائة ألف هناك إحصائيات يقول أنه 80 ألف أرمني كم بقي فعليا الآن في حلب؟ أفتكر وكثير صعب أنه نحصي الموجود ولكن من خلال منظمات الشعبية والمدارس نحن نحصي شعبنا نرى أنه لا يزيد عن عشرين ألف أرمني بقي في مدينة حلب من استهدف الأرمني في حلب قصهروت بصراحة؟ بالحقيقة الذي استهدف الأرمني كما نفس العضو الذي استهدف العرب والأكراد والشركس وكل الأقليات الموجودة بمدينة حلب هم الفرق والمجميع المسلحة الدامية وهذه دعم تركي بامتياز هل دفع الأرمني عن نفسهم عن ممتلكاتهم أو فقط هاجروا؟ الأرمني أكيد دفعوا عن ممتلكاتهم وشكلوا لجان شعبي لمساعدة العيال الأرمني لتلبية حاجاتهم اليومية من غذاء وغيرهم وهذا أنا بفتكر وبآمن أنه ضرورة من ضروريات الحياة أن تقدر تدافع عن الممتلكات المؤسسات التي يخدم ويخدم الشعب السوري بدون أي تمييز قومي وديني نعم اسمح لي أن أذهب إلى حلب أعزائي تقرير عن الأرمن في حلب في منطقة الميدان وسليمني في الحقيقة هذا التقرير بمساعدة القص هاروت سنراه وننتقل إلى فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع القص هارتيون سليميان وهو رئيس الطائفة الأرمنية البروتستانتية في سوريا انتظرونا يعود وجود الأرمن في حلب إلى زمن صحيق حيث توجد حاشية تشير إليهم في مخطوطة أرمنية نصخت عام 1329 للميلاد في حلب انتخب منهم نائب عن المدينة في مجلس المبعوثان العثماني عام 1877 بعد عملية الإبادة التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن والسريان والأشوريين عام 1915 وصل إلى حلب النزحون الأرمن من كيليكيا ثم جاءوا بعد عام 1921 وبنوا في العام التالي أول مخيماتهم من الخشب في منطقة السليبانية كما بنوا مدارس وكنيسة صخيرة حضن الحلبيون الأرمن الذين عرفوا بالأمانة والدقة في العمل فكانوا يرفضون الصدقة ويأخذون ما يستحقون لقاء الأعمال التي يؤدونها حيث أنشأوا ورشا حرفية بدائية واندمجوا بسرعة في المجتمع الحلبي وأدخلوا إلى المدينة الكثير من المهن والحرف اليدوية والصناعات التي باتت جزءا هاما من الصناعات الوطنية اشتهروا أيضا بصناعة الفضيات وصياغة ذهب والمشوهرات زكن الأرمن في مختلف أحياء حلب وتركزوا بخاصة في أحياء السليمانية العزيزية الميدان وجديد وتعرضت الأحياء الأرمنية خلال الحرب الدائرة للقصف كما أخلي مأوى العجزة وبعض المدارس وتعرضت بعض الجنائس للتخريب انتقل قسم منهم إلى مدن سورية أخرى وقسم آخر إلى لبنان وقسم كبير إلى أرمنية قبل الحرب على سوريا قدر البعض عدد الأرمن في حلب بثمانين ألفا أما الآن فيقدر عدد من بقي منهم في المدينة بـ 20 ألف أهلاً بكم مجدداً في أجراص المشرق في السهروت الأرمن أدخلوا إلى حلب بعدما جاءوا إليها أول جهاز تصوير أشعة روتينجين على ما أعتقد وأدخلوا إليها أول سيارة وأول جرار زراعي سنة ألف سمية وعشرين على ما أظن إضافة إلى عشرات المهن لأن الأرمن يعني شعب يتقن مهنته بشكل جيد بعد هذا الدخول في النسيج الحلبي هل من السهولة أن تترك هذه المدينة وأنت تقول يعني بالنتيجة حوالي ستين ألف تركوا هل هناك مثلاً إغراءات تقدم لكم لنبدأ من أرمينيا أو من أوروبا هل هناك من يقول لكم تعالوا إلينا بالحقيقة دعونا نوضح الإصص الذي نحن على موجبه نقدر نعبر عن انتماءنا إلى الوطن الأرمن هم لا يتجزأ من النسيج السوري والأرمن ليس موجودين بسوريا كضيوف الأرمن هم مواطنون وهالمواطنة والشعور بالمواطنة الحقيقية الصالحة دعو الأرمن يكونوا هن أصحاب مهن وأصحاب مسؤوليات اجتماعية وانخرطوا في المجتمع مع تجديد المجتمع وإعادة المجتمع وتأهيل المجتمع بجميع مكوناتها فالأرمن اليوم فيه لهم هالشعور الخاص أنه هن من جزور أرمنية ولكن هم يحملون الهوية السورية والهوية السورية تجمع الأرمن مع العرب وغير العرب حتى إذا في برامج بيحولوا تهجير المسيحيين وبالأخص الأرمن من سوريا الأرمن هم من أصل الشعب ولكن هناك هجرة كمان هناك مسيحيون يهجرون أنا أيضا سؤالي هل مثلا تجدون أن الأوروبيين يحاولون أن يفسحوا لكم في المجال أن تأتوا إليهم أرمينيا مثلا لماذا 15 ألف أرمني ذهبوا إلى أرمينيا هل هو شعور انتماء قديم أم أن مشاكل الحياة التي واجهتكم في حلب هي التي أدت إلى هذه الهجرة أخي غسان حالة أرمينيا أنا بفتكر لازم نعتبرها حالة استثنائية لأن جمهورية أرمينيا أدمت المساعدات الإنسانية والاجتماعية والطبية لكل الناس اللي لجأوا إلى أرمينيا فنحن لازم نشوف هيدا المبادرة مبادرة إنسانية بحته وكون الأرمان السوريين اللي هن راحوا لأرمينيا ولجأوا إلى أرمينيا دولة السورية هي بوعي كامل أن الإقامة الأرمان السوريين هي إقامة مؤقتة الأرمان بحلب كانوا منتشرين على الغالب في كل حلب يعني ليس لهم أحياء يعني ممكن يكون كثافي هنا أو كثافي هنا لنفترض مثلا وجود كثافتكم في منطقة الميدان أو في منطقة الجديدة أو بسليمانية الأرمان الذين رحلوا هل باعوا بيوتهم مثلا؟ لكي نكون واضحين وصريحين لازم نقول أن بعض منهم باعوا ولكن معظمهم ما باعوا اليوم أنا متأكد كرئيس الطائفة الأرمانية البروتستانتية في سوريا أن 80% من الأرمان هم تركوا أملاكهم ممتلكاتهم منازلهم ومحلاتهم التجارية وعياداتهم لأنه لهم أمل كثير كبير أن سوريا منتصرة وسوريا بدأت ترجع تستضيف كل أهلية من جميع البلدان قصة أنتقات من أرمينيا وستعود إلى حلب هل التقيت أولا بالحلبيين الأرمان في أرمينيا؟ أكيد صحيح أن هناك حلب الجديدة في ياريفان؟ أو هناك فكرة لإقامة حلب جديدة في ياريفان؟ هذا مؤشر بالحقيقة هناك أنا التقيت بمئات الحلبيين الأرمان وبلقاءنا أنا حسيت ولمست الشوق والحنين إلى الرجوع إلى الوطن السورية فهنا موجودين بجمهورية أرمينيا ولكن دائما الحس الوطني في داخلهم حار وحي أنا لمست هالشي ولازم اليوم نحن نوضح هالأمر وشغلة تانية كتير مهم أنه هذا كانت مشروع وزارة المغتربين أنه يكون الأرمان السوريين لهم مكان خاص بمسمى حلب الجديدة ولكن نحن كشعب أرمني رفضنا هالمشروع لأنه هيدا كانت بدأت تخلق نوع من تجمع خاص للأرمان وهيدا بده يكون بداية الإقامة الدائمة ونحن رفضنا والأرمان لم يشاركوا بهذا المشروع ودائما منتظرون بشوق وحنين للرجوع إلى ربوع وطن سوريا التقيت بالرئيس الأرماني وبمسؤولين أرمان كيف ينظرون إلى الوضع بسوريا عموما وموقفهم تجاه الأرمان القادمين هل هناك قراءة واضحة لما يحصل للنسيج الاجتماعي في سوريا وللأرمان تحديدا فيها بالحقيقة لازم نوضح للمشاهدين الأعزاء الكرام المناسبة لذي نحن زرنا جمهورية أرمانيا وفد رسمي من ممثلين المنظمات والطوائف الأرمانية زاروا من جميع أنحاء الدول العالم وكان هناك مؤتمر يضم الأرمن من أرمانيا ومن المهجر وبهذا المناسبة نحن طلبنا لقاء خاص مع سيد رئيس جمهورية أرمانيا سيرج ساركيسيان حاولنا نوضح الأمور لسيد الرئيس أن الأرمن الموجودين بحلب بالأخص يعانون معانات هائلة وهذا علاقة مباشرة مع الأتراك الذين يدعموا المجموعات المسلحة الذين يدعموا بجوار مدينة حلب بالحقيقة ولكن السيد الرئيس جمهورية أرمانيا كان مطلع بهذا الموضوع ورأيه كان واضح أن الأتراك يلعبون دور مميز في تشريد الشعب الأرماني والشعب السوري وخرق سيادة السورية الأتراك والرئيس الأرماني أخذ مبادرة ما قبل سنتين وثلاثة كان عنده نوع من مبادرة مع الجمهورية التركية وهنا وقعوا على نوع من تفاهم دولي بين هالدولتين بهالمناسبة رئيس الأرماني أعلن أنه ما قبل إنهاء اليوبيل المئوية للمجازر الأرمانية للإبادة الأرمانية سيسحب هالورقة التفاهم من تركيا نعم، ماذا تفعل الكنيسة الأرمانية في أرمانيا لكم؟ الكنيسة الأرمانية في أرمانيا تلعب دور الإرشاد الديني والأخلاقي والإنساني بنفس الوقت هناك مبادرات الكنيسة إلى مبادرات كثير واقعية وموسعة من خلال الكنيسة الشعب الأرماني من أصول أرمانية ومن أصول سوريا هناك نوع من التمييز الخاص يعتنون بهم من خلال المؤسسات التربوية المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الطبية هل تساعد؟ هل تقدم لكم مساعدات؟ نعم، تساعد وتقدم المساعدات مع الحكومة الأرمانية الكنيسة والحكومة يد واحد ودائما هدف آخر كم سنة كيف ممكن يخففوا من معاناة الشعب الأرماني السوري هل توافق الكنيسة على الهجرة مثلا؟ الكنيسة ليس لها أي تداعيات سياسية ولكن نحن 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 نلمس من خلال نشاط الكنيس أنهم دائما يشجعون الأرمان من أصول سوريا أن يرجعوا لوطنون لسوريا أنت تعرف أن الأرمان لديهم أحزاب عالمية التشنق حزب عالمي وليس حزبا في لبنان أو في أرمينيا أنه منتشر في أنحاء العالم وهو قوي مثلا هذه الأحزاب ماذا تقدم لكم؟ بالحقيقة الأحزاب الوطنية الثلاثة في المهجر أولهم حزب التاشناك وحزب الهنشاك وحزب الرمغافار هن يساعدون الأرمن في المهجر وفي جمهورية أرمينيا ولكن يجب علينا أن نصلت الضوء على موضوع كثير مهم أن كل الدولة وجمهورية أرمينيا من هذه الدول يكون دائما مهتمين بزيادة الأشخاص الذين ينتمون إلى الجمهورية يعني يقدموا طلبات خاصة للتجنيس فبحالة جمهورية أرمينيا الأرمن الموجودون في المهجر دائما بيكون لهم رغبة كثير كبيرة أن يستقطبون إلى جمهورية أرمينيا وهذا يمكن كحكومة أرمينية نوع من وسيلة سهلة للوصول إليها بنفس الوقت نحن لازم نعرف أنه هناك هجرة من أرمينيا إلى الخارج من المواطنين الأرمينيين فأكيد كدولة أرمينية يجب أن يكون هناك نوع من نشاط متضاعف لإعادة إملاء الفراغ الذي يخلق من قبل هذا التهجير فأكيد الأرمين السوريين ونحن بدنا نشوف أنه في ناس وفي جيهات مدنية ومنظمات أرمينية لاحكومية بيصير فيهم نوع من اهتمام خاص تجاه الأرمين والحقيقة أن الأرمني الذي يستطيع أن يأخذ الجنسية الأرمينية لا يتخلى عن الجنسية السورية ودائما الجنسية السورية وانتماءه إلى سوريا وانتماءه إلى الدولة السورية بيكون من أوائل اهتماماته أعزائي هناك بلدة بغالبيتها أرمين تدعى كسب على الحدود مع لواء إسكندرون المسروق من سوريا وهي بلدة مميزة مصيف جميل هذه البلدة أيضاً خضعت لشرط غير إنساني عبر التهجير نحن أيضاً سنتابع لنقدم لكم تقريراً صغيراً عن بلدة كسب ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع القص سليميان انتظرونا بعض الفاصل موسيقى يرجع اسم كسب إلى الكلمة اللاتينية كازابيلا أي البلدة الجميلة وهي بلدة أرمينية تاريخياً على سفوح جبل الأقرع بلغ عدد سكان منطقتها مطلع القرن العشرين ستة آلاف نسمة وكانت تضم عشرين مدرسة أرمينية عام ألف وتسعمائة وتسعة غزاها الأتراك فقاوم أهلها وعام ألف وتسعمائة وخمسة عشر هاجمها الأتراك وجرى ترحيل أهلها الذين فروا إلى دير الزور وصحراء الأردن فقتل خمسة آلاف أرمني أثناء الترحيل والترحال موسيقى بعد وقف عمليات إطلاق النار بدأ الأرمن بالعودة إلى كسب تدريجياً حتى عام ألف وتسعمائة وعشرين إلى أن وصلت القوات الفرنسية المنتدبة إليها عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين دخل الجيش التركي إنطاقيا ولواء اسكندرون السوري بعد اتفاق مع السلطات الاستعمارية الفرنسية لكن جرى فصل مناطق كسب عن تركيا وأعيدت إلى سوريا تعد كسب من أجمل وأهم المناطق السياحية في سوريا وكانت قبل الحرب مقصداً للسياح حيث يعمل أهلها الأرمن في الزراعة ويقدمون الخدمات السياحية المتميزة لزوار مدينتهم وفيها عدد من الكنائس والمدارس والفنادق في أذار 2014 شنت مجموعات من جبهة النصر الإرهابية وكتائب مسلحة متأسلمة أخرى مدعومة بقصف من تركيا هجوماً على كسب وطردت آلاف الأرمني من منازلهم وكنائسهم ومزارعهم وحتى محلهم فهربوا سيراً على الأقدام باتجاه مدينة اللاذقية قبل أن يستعيدها الجيش السوري أهلاً بكم مجدداً في أجراص المشرق أهلاً بكم مجدداً في أجراص المشرق قصاروت مدمنها عرضنا تقرير عن كسب هذه البلدة الجميلة في ريف اللاذقية بالمناسبة هل عاد أهلها إليها أنت ستزورها قريباً ما العوائق إذا لم يعودوا ما العوائق التي تقف في سبيل عودتهم يجب علينا التوضيح أنه كسب جزء من لواء اسكندرون وكسب بنفس الوقت مشان الأرمن جزء من سوريا من سوريا أكيد من سوريا لواء اسكندرون هلأ أخدينه الأتراك هلن أخدينه ولكن نحن نعتبر أنه هذه إلنا وسيرجع كمان كأرمن نحن لازم نوضح أنه الشعب اللي اليوم بيسكن على أراضي كسب أكثر من ألف عام هنن موجودين على هالأرض فهيدا جزء لا يتجزأ من الكيليكيا التاريخية يعني نحن كمان منقول أنه تاريخنا مرتبط ومشترك في كسب كشعب أرمني هل عاد الناس إلى كسب؟ ناس صاروا يرجعوا إلى أكيد وقت لي صار نوع من التدخلات التركية من خلال المجموعات المسلحة نزحوا إلى الساحل إلى اللاذقية وطرطوس وبعض منهم أجوا إلى العنجر وإلى بيروت في لبنان وبعض منهم أكيد راحوا لأرمينيا هيدا واضح ولكن وقت اللي نحن رجعنا قبل فترة بعدما الجيش العربي السوري استرجع مدينة كسب بلدة كسب كرؤساء طواقف مسيحية أرمينية رحنا زرنا المنطقة وبلشنا نوع من إعادة تأهيل الكنائس والمدارس والمؤسسات وساعدنا أهليها ليرجعوا إلى بساتينهم إلى منازلهم إلى بيوتهم إلى تفاحهم إلى تفاحهم أكيد والعنب والإنجاز قدمتم مساعدات لإعادة ترمين بعد نعم قدمنا مساعدات وبعدنا نقدم مساعدات وسنقدم المساعدات هل تحملون لهم مساعدات؟ هل نقول لأهلي كسب أنكم تحملون مساعدات لهم؟ بالحقيقة أكيد نحن نحمل معنا مساعدات والدولة السورية الحكومة السورية كمان قدمت المستحيل بهذا المجال من الكهرباء والماء والبنية التحتية وإعادة الشبكات السلكية فنحن لازم اليوم نغتنم الفرصة ونشكر الحكومة السورية بها المناسبة ذكرت شيئاً لماذا برأيك منطقتان سهل الأتراك للتكفيريين الدخول إليها سابقاً كسب وهي بلدة أرمانية فيها غالبية أرمانية ومحيط عين العرب يعني والبلدتان حالياً حدوديتان هناك داعش سهل الأتراك لداعش اجتياح مناطق حول عين العرب وهم يحاولون دخول إلى عين العرب وفي كسب لماذا؟ بالحقيقة المنطق البسيط يقول أنه هيدا تركيا تحاول أن ترجع بذاكرة الأرمن الشعب الأرمني أن العدو بعده جاهز وبعده نفس العدو فالعدو التركي هو دائماً موجود على الحدود السورية من الشمال والشرق فنحن نعرف أنه اليوم تركيا وقت اللي اغتصبت كسب دخلت عليها ما قبل أيام من إحياء ذكرى المجازر الأرمانية والإبادة الأرمانية 24 نيسان بكسب هي دخلت بنهاية آثار فكمان وقت اللي قبل كم يوم فجروا كنيسة درزور كمان كان بالتزامن مع خطاب الرئيس الأرميني سيرت ساركيسيان وقت اللي كان يخاطب شعب الأرمني بأرمينيا وبالمهجر باسترجاع الأراضي وحقوق الأرمن المغتصب في تركيا بنفس الوقت بنفس اليوم وبنفس الساعة فجروا الكنيسة الأرمانية في درزور فهي دليل واضح وقاطع أن الأتراك هم دائماً يحاولون نوع ما يسكروا ويستروا على كل شيء له علاقة بالإبادة الأرمانية ويمحوا من التاريخ الحي العالمي نعم، من الواضح قصهاروت أنك عندما تتكلم عن الدولة تتكلم عنها، هناك مديح للدولة في سوريا لماذا مثلاً الأرمن يقفون إلى جانب سوريا الوطن والدولة؟ هل الدولة هي الغطاء الوحيد لكم بدون دولة لا يمكن أن يكون لكم غطاء مثلاً؟ نحن في عنا مبدأ وهذا مبدأ لا يتغير ولا نوعاً ما نساوم على هالمبدأ أنه نحن إلنا ديارنا في سوريا ويجب علينا أن نقدم الولاء الكامل لحماة الديار ماذا قدمت لكم الدولة؟ الدولة أول شيء قامت بواجبة بحماية الشعب السوري والشعب الأرمني كونه مكون مسيحي جزء من الشعب العربي السوري فهي كمان أخذت نوعاً ما بامتياز هالنوع من الحماية فالدولة حمت، الدولة عاطت، الدولة ساندت اقتصاد سوريا بالأزمة نحن إذا اليوم نشوف ونكون واقعيين وصريحين مع نفسنا ومع التاريخ ومع الجوار أن البلدان اللي صار فيها حروب نسبة الانهيار العملة السورية والاقتصاد بهذاك البلدان أدى إلى تشريد كل الشعب ولكن في سوريا نحن في هذه الأزمة نرى أن الاقتصاد السوري مع أنه سبب معاناة للشعب ولكن بالتناسب مع غير بلدان نحن اليوم نقول أن الدولة السورية تسند لكي الوضع الاقتصادي تكون لا تنهز تخلي تضل على حاله هذه مساندة الدولة نعم يقال دائما يتهمون المسيحيين بأنهم دائما مع الدولة ومنذ فجر الدول في هذه المنطقة المسيحيون يقفون مع الدولة هل يرى المسيحيون أنهم إذا لم يكن هناك دولة لا مكان لهم في هذه البلاد المسيحيون دائما مع القيادة الشرعية في الدولة وهي توصية كتابية أن نكون دائما مع ما لقيصر لقيصر وما لله فنحن ملزمون أن نكون نوع من إطاعة مدنية إلى السلطات المدنية والدولة السورية الدولة الشرعية والسلطة الشرعية تكون نوع من قانون سيادة ولا يساوم عليها اسمح لي أن أسألك هناك مخطوفون هناك مخطوفين أرمن ماذا تفعلون تجاههم هل هم كثر في مخطوفون أرمن وغير أرمن نحن في عنا لجان مختصة لفك صراح المخطوفين من الأرمن وغير الأرمن وهذا لجان نشيط في مدينة حلب أنا أفتكر أنه سيكون نوع من تواصل مع جهات مختصة في وزارة المصالحة الوطنية وهنا يقوموا بها الدور ونحن نساهم في مجال فك أسر المخطوفين قصة روت لا شك أن الأرمن كصناعيين ومنهانيين وهم منتشرون في المدينة الصناعية في حلب وداخل حلب يعني داخل المدينة نحن نعلم الجميع من يعرف حلب يعلم تماما هذا الانتشار وهذا الانتشار الكبير لهم من ينقذ من بقي من الصناعيين والتجار والمهنيين الأرمن في حلب ماذا تقدمون لهم أنتم أخي غسان اليوم لازم نكون واقعيين أن الصناعيين كيف يريدون أن يعملوا ويمارسوا مهنتهم الصناعية إذا اليوم المدينة تفتقد المدينة الصناعية فاليوم لازم نكون واقعيين أن الصناعي عادت المدينة الصناعية عادت بشكل تمهيدي ونظريا ولكن فعليا الصناعيين وقت اللي يرجعوا للمعامل وإلى الأماكن الصناعة شافوا أنه ما بقى شيء من الألات والشغلات اللي هنن بحاجة لألها لكي يقوموا ويمارسوا بالصناعة والمهن فما بيقدروا اليوم مو من السهل أنه يرجعوا هالأجهزة وهالآليات واليوم نحن لازم نعرف أن الصناعي ضروري أنه كمان يلمس الدعم المعنوي والمادي من قبل الحكومة والحكومة والدولة اليوم منخرطين في الدفاع عن الوطن والسيادة الوطنية فعب يقدموا للصناعيين وعب يقدموا للتجار ولكن ليس بأدية الأولوية للدفاع لأنه اليوم المحك هي سوريا وسيادة سوريا نعم أنتم أيضا معنيون بالتراث الأرمني هل بقي هناك فرق غنائية فرق موسيقية فرق معنية بالتراث الأرمني في حلب لا تستغرب نحن اليوم نقوم ونمارس نشاطاتنا الثقافية التربوية والفنية بالتزامن مع ممارساتنا في الأنشطة الكناسية في كنائسنا فيه ناس يستغربوا ويقولوا وقت اللي بشوفوا الصور والتقارير بيقولوا أنه أنت حقيقة بسوريا وسوريا اليوم بمأزق بحرب ما منصدق لأنه كثير في نشاطات ثقافية وفنية بهالمجال ما وقفنا شيء أبدا قس هاروت سؤالي الأخير هل سيبقى الأرمى في حلب وكيف ترون مستقبل سوريا؟ الأرمان سيبقون في سوريا وفي حلب وأنا شخص متفائل وأنا بقول أنه سوريا حجر الزاوية لا تقهر سوريا ضرورية لكل المشرق والشعب العربي بالكامل اليوم نحن منجدد ولئنا مع سوريا مع أرض ومع شعب ونرجع من أكد أنه سوريا هي مهد للحضرات الإسلامية والمسيحية والشعب سيزدهر ويبني ويرجع كل المؤهلات التي هي من خصائص المجتمعات المتحضرة أعزائي عندما تضع الحرب أوزارها لأن الحروب ستنتهي مهما توحش المتوحشون سيكتب الناس أن شعبا قطعت عنه الماء والكهرباء أشهرا وتناولت قسائف التوحش بيوته وأولاده بجرار الغاز ومدافع جهنم هزئ بجهنم ولملم حجرته وذاكرته وموسيقاه وعاد لينشد الحياة إنها حلب إنها حلب شكرا للقص هاروتيون سليميان الذي لب دعوتنا في أجراس المشرق شكرا للزملاء في الميادين شكرا للزميل حازم مجزوب لزميلة لورا موراني للزميل جهاد نخلي شكرا لكم جميعا من دمشق وسلام عليكم وسلام لكم اشتركوا في القناة